قال للقابل يقول لهم فرحي كاملا فيهم فالفرح فرح وهو فالسلام مرتبط به الفرح مرتبط به الراحة مرتبطة به الخلاص مرتبط به كل شيء مرتبط به لا يمكننا أن نحصل على العطاية دون صاحبها لكننا يمكن أن نحصل على كل العطاية وكل البركات إن ارتبطنا بهذا الشخص فيصير هو النصيب يصير هو العز الممتاز يصير هو كل شيء لنا وبالتالي كل ما له يصير لنا لذلك يدعو لا إلى السماء ولا إلى شخص آخر لكنه يدعو إلى شخصه أول الآية معايا من اللي قال قال إشعياء النبي مكتوب كده أم المين اللي قال طب خلينا نقولها بطريقة تانية يلا خلينا نقول وقف يسوع ونادى قائلا ممكن تقولوها كده ما هي الكتابة هي من الآية قدام هي الأخو ما كتبوهاش بس أنا قدام الآية وقدامكم هناك هي يلا يلا نقولها كده بالطريقة الحلوة دي وقف يسوع ونادى قائلا يلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب إن عطش أحد فليقبل هنسبك المتعاطشة بس نحكي عن يقبل إن يقبل إلي اللي يشعر بالإحتياج يتفضل يجي إيه الشعور بالإحتياج اللي جواك بيختلف من شخص آخر واحد شاعر بالتعب محتاج للراحة شعور بالإحتياج واحد حاسس إن يجري في أمور العالم وفي الأباطيل فتح أحضانه جمع قدره ما شاء لكن اكتشف في النهاية ما اكتشفه سليمان الحكيم قبض الريح قبض الريح أصيب بخيبة أمل جري وراء المال بحب المال طعن نفسه بأوجع كثيرة وعلى آخر أيامه اكتشف إن المال لا يمكن أن يمنحه الحياة ولا يمكن أن يمنحه راحة البال أصيب بخيبة أمل الأشخاص اللي زي كده سواء واحد شاعر إن تعبان الثاني شاعر إن عطشان والثالث شاعر إنه في الطراب والرابح خايف من خطياء والخامس خايف من المستقبل المجهول والسادس عمال يقول أستر يا رب ماذا يكون بعد الموت والسابع يسمع عن جهنم يرتعد كل الأمور دي متجمعة حطها بعد كلمة إن هنا بيقول إن عطشة لكن أنا بقول إن عطشة إن تعبة إن حزنة حط أي شيء حس بيه من جواك النهار دا الرب بيقول لك تعال إلي إن عطش أحد فل يقبل إلي كيف نقبل هنقول النقلة بقى النهار دا هنحكي عندي كيف نقبل إلى الرب كيف نقبل صدقوني اللي هقوله دلوقتي هتلاقوه في كل الشخصيات اللي موجودة في الكتاب السكة واحدة ما عندناش عدة سكك نختلف في الإسلوب طريقة الإلقاء واحد بيتكلم بطريقة معينة التاني بيتكلم بطريقة تختلف لكن المحور والأساس في الكتاب هتلاقوا واحد ما عندناش عدة طرق هو طريق واحد عايزة تجي الربنا واحد بيتكلم بلغة سكندراني والتاني بيتكلم بلغة صعيدي لكن المحور واحد كيف نأتي إلى الرب كيف نأتي إلى الرب وده سؤال مهم اللي يشعر بالاحتياج للشيء فليأتي إلى الرب منكسرا هذا رقم واحد وأنا آصد أخلاها رقم واحد أقولها بطريقة تانية لاحسن ما تعجبش حد كلمة منكسرا ليأتي إلى الرب متواضعا نأتي إلهي في اتضاع واحد محتاج يبقى متواضع واحد شعر أنه معوز بلاش يرفع راسه ترجمة نانسي قنقر